لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله وكانت مكتوبة الهاتف. ندعو المكتوبة السليب وهذا القطب السليب وهذا القطب السليب وهذا القطب المجب. نضيح في المكتوبة مثل هذه نضيح هنا القيمة. قيمة مكتوبة مكتوبة. هذه قمة مكتوبة 330 ميكرو فرد وهذا المكثف كذلك نفس لدينا هنا 350 بورد وهذا القطب السالب من هنا ولدينا من هنا 10 ميكرو فرد هذه لدينا عصر ميكرو فرد كما نرى عصر ميكرو فرد نقيسها عن طريق الملتيمتر نضع الملتيمتر في نضع المجلس هنا مثل ما هي مكتوبة CX يعني نضع المجلس هنا لقياس المكثفات وهنا المجلس الأخر في كوب لدينا في الرونج لقياس المكثفات هذا اللون بالأبيض الذي يرمزه F يرمز لوحدة المكثفات فرد هنا لدينا 20 نانو فرد 2 ميكرو فرد 20 ميكرو فرد و 200 ميكرو فرد يعني أقصى قيمة لقياس المكثفات في هذا الملتيمتر هي 200 ميكرو فرد يعني لا توجد أكثر من 200 ميكرو فرد وأقل قيمة هنا أقل قيمة أو أقل منها 20 نانو فرد يعني نستطيع أن نقيس البيكرو فرد حتى إلى 200 ميكرو فرد لا نستطيع أن نقيس مثلا 2000 ميكرو فرد أو 600 ميكرو فرد لا توجد لدينا قيمة في هذا الملتيمتر وتوجد ملتيمتر أو فولتمتر لديها قياسات أكثر من هذا الملتيمتر عندما نريد أن نقيس مثلا هذا المكثف الذي هو 10 ميكرو فرد نضع المجلس الأول نضع المجلس الأول في القطب الأول والقطب الثاني نضع في المجلس الثاني وسوف نرى القياس هنا لدينا 9.13 ميكرو فرد وسوف أضع في العشرون ميكرو فرد لكي تعطينا قيمة تقريبية بالضبط ها هو تقريبا 10 تقريبا 9.66 يعني تقريبا 10 ميكرو فرد هذا بالنسبة للمكثف هذا سوف نقص المثال المكثف هذا الذي يحتوي على 303 ميكرو فرد نضع المجلس الأول هكذا والثاني وسوف هنا تعطينا مال النهائي يعني أنا وضعت عند 2 ميكرو فرد سوف أضعه عند 200 ميكرو فرد سوف نرى القيمة ها هي 108 تقريب ميكرو فرد وهو قيمته 330 فرد يعني أن هذا المكثف ضعيف وليس لا يحقق الشرط الذي هو مكتوب عليه يعني أنه لا يصلح للعمل يعني الفرق كبير ما بين مئة وثمانون وثلاثمائة وثلاثون فرق شاسع يعني لو كان لو كان من ثلاثمائة وعشرون أو ثلاثمائة وعشر نستطيع أن نستعمله أما هذا الفرق الكبير فلا نستطيع أن نستعمله في الدار الكهربائية هذه قياس المكثفين الكيميائيين لدينا مثلا المكثفات 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 المعيات الأخرى مثلا هذا المكثف هذا المكثف كيف نقلع قيمته توجد لدينا ها هي قيمة 0.1 ميكرو فرد وأقصى حد للجهد 275 فولت يعني أقصى أقصى جهد 275 فولت هذا والميكرو فرد يعني قيمة سغيرة جدا وسوف نقصها عن طريق الفرق هنا كذلك نفس القيمة ونفس القيمة ونفس الجهد تقريبا ماكسيمو ها هي 0.1 ميكرو فرد ولدينا كذلك نوعية أخرى من المكثف هذه النوعية ها هي لدينا 334 كيف نقرأها نقرأها 33 في 10 قوة 4 بيكو فرد بيكو فرد عندما نحول هذا النانو فرد تعطينا 330 نانو فرد وتسوي 0.33 0.33 ميكرو فرد يعني أقل من 1 فرد وهنا لدينا الفولتاج يعني يتحمل 400 فولت أقصى جهد له هو 400 فولت وهنا هذا المكثف يستعمل دائما أغلبية لأنه يستعمل في الدارات في التيار المتنوب نستعمله دائما في التيار المتنوب سوف نقصه بالفولت ونرى كيف هي القيمة التي يعطيها لنا هذا المكثف نضع المجلس الأول هنا والثاني هل أعطنا سوف أنقصه مدام أنه بالميكرو فرد مدام أنه بالبيكرو فرد ها هو يعطيني 0.27 يعني تقريبا 0.3 هو قريبا من القيمة وهو صالح للعمل حتى قيمته تقريبية لأن القيمة صغيرة جدا نذهب إلى هؤلاء هاتين المكثفين هما مربوطين على التوازي يعني نجمع 0.1 0.1 يعني على الأقل يعطينا 0.2 مثلا ها هو أعطانا 0.14 تقريبا من 0.2 بيكو فرد وهنا لدينا هذه النقطة هي تدل على 0.1 0.1 ثلاثة يعني تقريبا أربعة 0.14 وهي قريبا من 0.2 0.2 ميكرو فرد هنا ميكرو فرد هذا لدينا 0.1 ميكرو فرد هنا ليس لكن لا يوجد ربط بالتوازي ها هو تقريبا لقينا 0.08 تقريبا هي 0.1 ميكرو فرد تقريبا 0.1 ميكرو فرد هذه القياسات لهذه المكثفات ولدينا قياس الطريقة الثانية التي قلنا عنها سوف نقيس بالمقاومة يعني الرنجي هذا الرنجي قياسات مقاومة سوف أضعه مثلا على 20 مثلا كيلو 20 كيلو أوم هنا ونرجع المجلس نضعه هنا لكي نقيس عن طريق المقاومة كيف نعرف المكثف أنه صالح أو ليس صالح للعمل نقض المجلس المجلس ونقض ونقض كذلك يعطني نفس الطريقة تفريق بالعكس حتى يعطني إلى ملاء نهاية هنا نرى أن العملية ليست سريعة لأنه يحتوي على 330 مئة وثلاثون ميكرو فراد لذلك نرى القيمة في تزهيل أما عندما تكون قيمة سغيرة 10 ميكرو فراد سوف تأتي قيمة بالسريع وتذهب هكذا عندما نضع نقلب مجلسات ها هي قيمة وتذهب ثم ثم يعني تأتي بالسريع سوف أقلب مجلس ها هي تأتي وتذهب هذه عندما تكون قيمة الميكرو فراد سغيرة تأتي في الملتي متر في قياس المقاومة تأتي عن تقيمة بالسريع وذذب ولدينا أنواع أخرى من المكثفات يعني يعني لدينا هنا ها هي أنواع أخرى من المكثفات سوف أقبل الصورة هكذا ها هو النوع الأول ها هو عسر 104 مكتوب عليها 104 يعني عسر في عسر هو 4 بيكو فراد والتي هي 100 نانو فراد وتسوي 0.1 ميكرو فراد بالنسبة لهذا المكثف ولدينا مكثف نوعية آخر هذا المكثف الأخضر الذي لونه باللون الأخضر هذا نوع آخر سوف نرى قيمته مقرب لكي نرى القيمة ها هي قيمته عسر في عسر قوة ثلاثة والذي يسوي عسر عسر نانو فراد عسر نانو فراد والرمز جي الحرف جي يرمز للحرف جي وهو قيمة الخطأ لدينا يكون لدينا جدول فيه تيك الحرف يعني جي وكاو جميع الحرف كل حرف لديه قيمة الخطأ التي يسويها كل مكثف هذه تيك الحرف لديها جدول يعني نعرفه وهنا مقاومات توجد في هذه البوردة يعني توجد مكثفات كيميائية هاي مكثف كيمياء هذا مكثف كيميائي هاي مكثفات هذا اللون بني هذه كلها مكثفات ها هما مكثفين وليديه عندما نرى ذلك نرى القطبية يعني هنا القطب السالب القطب السالب والجهة الأخرى للقطب الموجب هذه مكثفات كيميائية وكلها لديها لديها قيمة مثل ما نريد مثلا أن نقرأ قيمة هذا المكثف هو هو خمسين فولت سبعة وربعين ميكرو فارد خمسين فولت سبعة وربعين ميكرو فارد هكذا ها هي مكثفات هذه أنواع المكثفات لدينا كثيرا من الأنواع المكثفات ها هي المكثفات لدينا ها هي مكثفة كيميائية من الحجم السغير والكبير والقيم التي مكتوبة عليها هنا كما نرى 400 فورد و 22 ميكرو فارد وهذه المكثفات كذلك المكثفات مثل ما رأيناها في إن شاء الله أنكم استفدتم وتعلمتم طريقة القياس ومعرفة على الأقل قياس المكثفات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة